كما هو موضح على الشاشة الأوضاع في غزة تدعيات الهجوم الإسرائيلي الأخير عليها الرد من جانب الفصائل الفلسطينية المسلحة كل ذلك لا يزال في دائرة الضوء هذه المرة دعوة أممية على لسان المفاوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة شبهت فيها ضربات الجوية الإسرائيلية على القطاع بأنها ترقى إلى جرائم حرب فيما وصفت الهجمات الصاروخية العشوائية التي شنتها حماس على أهداف عسكرية ومدنية في إسرائيل بأنها تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي والإنساني المفاوضية طالبت بفتح تحقيق أياده وزير الخارجية الفلسطيني فيما اتهمت ممثلة إسرائيل حركة حماس باستخدام المدنيين دروعا بشرية لإخفاء صواريخ قالت إنها من لدنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة يتبنى قرار إنشاء لجنة دولية للتحقيق في الجرائم فيما وصفها بالانتهاكات الممنهجة التي رتكبت خلال الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس على أن يشمل التحقيق الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وقد سوتت 24 دولة لصالح هذا القرار وتسعة ضده في حين امتنعت 14 دولة عن التصويد وكانت الموجهات الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وما خلفته من قتل وجرح ودمار لدى كلا الطرفين خاصة في قطاع غزة محل نقاش في جلسة استثنائية عقدت للنظر في تشكيل هذه اللجنة وخلال الجلسة الخاصة التي عقدت بطلب من باكستان بصفتها منصقة بنظمة التعاون الإسلامي وكذلك السلطات الفلسطينية حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد تمثل جرائم حرب في حال تبين أنها كانت عشوائية وغير متناسبة وأثرت على المدنيين على الرغم من ادعاءات إسرائيل بأن العديد من هذه المباني كانت تؤوي مجموعات مسلحة أو تستخدم لأغراض عسكرية إلا أننا لم نرى دليلا في هذا الصدد ورغم أن إسرائيل اتخذت عددا من الاحتياطات مثل تقديم التحذير من الهجمات إلا أنه في بعض الحالات أدت الضربات الجوية في مثل هذه المناطق المقتضة بالسكان إلى ارتفاع مستوى القتلى والجرحى المدنيين فضلا عن تدمير واسع نطاق للبنية التحتية المدنية وفي سياق تدخلها المطول خلال الجلسة ذكرت ميشيل باشليي أعداد القتلى والجرحى والخسائر من الجانبين إذ تسببت ضربات الجوية الإسرائيلية ونيران المدفعية على غزة بمقتل 253 فلسطينيين من بينهم 66 طفلة وإصابة أكثر من 1900 شخص خلالها 11 يوما من المواجهات العنيفة واستندت في ذلك على مصادر وزارة الصحة الفلسطينية أما على الجانب الإسرائيلي فتقول ميشيل باشليين للصواريخ من غزة أودت بحياة 12 شخصاً وجرح نحو 357 شخصاً في إسرائيل وفق مصادر للمسعفين غير أن سفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جينيف ميراف إيلون شهار نددت بحركة حماس ووصفتها بأنها منظمة إرهابية واتهمتها باستقدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية لإخفاء صواريخها كل صاروق من هذه الصواريخ يشكل جريمة حرب كل صاروق من هذه الصواريخ يشكل مأساة أريد أن أسأل الدول الأعضاء المشاركة في جلسة اليوم ماذا كانت ستفعل لو أطلقت الصواريخ على دابلين أو باريس أو مدريد كيف سيكون ردكم إذا هاجم الإرهابيون بكين أو إسلامباد أو موسكو توقفت المواجهات على الأرض فيما بقيت تداعيتها محل نقاش وتقييم وجدل خصوصاً على مستوى المنظمات الدولية والدبروماسي نبيها والطاس بي بي سي بداية نقاش الليلة هي مع القيادي في حركة حماس في بيروت الأستاذ أسامة حمدان أستاذ أسامة أهلاً وسهلاً بحضرتك الشق المتعلق بالجانب الإسرائيلي سنناقشه معه لاحقاً لكن كان لافت جداً أن المفاوضة تحدثت عن أن الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس عشوائية في ذلك هي تستند إلى مبدأ من مبادئ القانون الإنساني الدولي له علاقة بتمييز الأهداف ما قولكم في ذلك؟ لا بد هنا من الحديث في مسألتين المسألة الأولى أن ما يفعله الفلسطينيون هو رد على العدوان الذي يقع عليهم وأن الفلسطينيين محاصرون ولا يتوفر لديهم ما يتوفر للاحتلال من سلاح وعتاد وتقنيات وإذا كان من المطلوب النظر في ظروفه لهذه القضية فلا بد أولاً من البحث وقف تسليح الاحتلال ووقف وصول السلاح إلى الاحتلال أو في الحد الأدنى توفير السلاح المكافئ للفلسطينيين قبل الحديث عن عشوائية الصواريخ هذا أولاً المسألة الثانية هناك حديث عن الإصابات في كل الجانبين الإصابات في الجانب الفلسطيني هي 253 شهيد وألف وتسعمائة جريح نحن نتحدث عن ثلث المصابين هم من الأطفال نتحدث عن 20% من النساء ونتحدث أيضاً عن ثلثهم من المسنين وكل حالات الشهداء من العسكريين لم يأتي برفقتها أي شهيد مدني معنى ذلك أن الاستهداف الإسرائيلي مباشر وعن قصد يصيد المدنيين لو حضرتك تسمح لي أنا بدأت في حديثي مع حضرتك بأن الشق أو الجانب الإسرائيلي بكل إحصائياته بكل ما يتعلق بالقانون الجناء الدولي والقانون الإنساني الدولي سأناقشه مع الجانب الإسرائيلي أنا أسأل حضرتك فيما يتعلق بالفصائل المسلحة فيما ورد اليوم وما ورد قبل سابق هم يستندون في هذه التقارير إلى مسألة توجيه الضربات بشكل عشوائي على مناطق مدنية وهذا ما ينتقدون فيه الفصائل ويوجهون لها أنه قد يرقى سلوكهم إلى جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب وهذا ما أريد رد حضرتك عليه بعد إذنك الحقيقة الحديث عن الإصابات في الجانب الإسرائيلي تشير أنه ليس هناك إصابات حقيقية في الجانب المدني أو ما يسمى مدنيا ويجب هنا أن نفرق بين مسألتين بين المستوطنين في المستوطنات والذين هم مفق القانون الدولي لا يعتبرون مدنيين وهؤلاء هم الذين كانت توجه إليهم الصواريخ وبين أهداف عسكرية تقع في مناطق مدنية تستهدفها الصواريخ وربما هذه الصواريخ تخطئ الإصابة هنا أو هناك ولكن سيد أسامة هذه السردية تستخدمها إسرائيل لما تقول أنها لما تستهدف مباني سكنية مأهولة بالسكان في قطاع غزة والتي أودت بحياة المئات خلال الفترة الأسبوعين السابقين هي تقول أيضا أن حماس والفصائل تستخدم بعض المخازن للأسلحة في هذه المباني وأنها تتخذ دروعا بشرية لحماية الفصائل وبالتالي من يدفع بالجرائم ضد المدنيين في غزة هم الفصائل أنفسهم هذه السردية الإسرائيلي الحقيقة أن هذا كذب مفتران إسرائيلي أنا قلت قبل قليل أن كل الإصابات في المدين لم يكن في بينها أو من صفوفها إصابات عسكرية لا إصابات ولا شهداء وأيضا عندما قصفت المباني لم يكن هناك فيها مخازن ولم يظهر أي انفجارات تشير إلى وجود عتاد المخزن لا في هذه المباني ولا تحتها وأنا أشير أنه في عام 2014 ادعى الإسرائيليون أن المقاومة تطلق الصواريخ من المدارس أو بقرب المدارس التابعة للأنروة وتشكل أن ذاك لجنة تحقيق في الأمم المتحدة كانت خلاصة تحقيقها أن هذه الدعاة إسرائيلية كاذبة وأن المقاومة لم تطلق الصواريخ لا بالقرب من المدارس أو مؤسسات الأمم المتحدة ولا من داخلها الإسرائيلي يكذب دائما ويحاول أن يغطي كذبه المسألة الثالثة نحن في غزة الإعلام كان حاضرا طوال الوقت لم يظهر على كاميرات الإعلام ولا في تصويره أي شيء يفيد بوجود أهداف عسكرية في وسط المناطق المدنية التي استهدفها الاحتلال على العكس تماما المناطق التي كان يقصفها الإسرائيلي كان يخرج منها شهداء من المدنيين ولم يكن هناك أي شهداء من العسكريين لم ينجح الإسرائيلي نتيجة قصف كل المباني في وقف إطلاق الصواريخ التي استمرت حتى اللحظة الأخيرة ما يعني أنه لم يكن يستهدف مؤسسة عسكرية أشير أخيرا إلى التصريح الذي أطلقه طيار في قوات الجوة الصهيونية عندما قال أن عملية قصف المباني وهدم الأبراج إنما كانت تأتي للتنفيس عن غضب الطيارين الذين كانوا يفشلون في إصابة الأهداف العسكرية ووقف إطلاق الصواريخ شكرا جزيلا للسيد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس منضمن إلينا من بيروت أشكر حضرتك شكرا جزيلا وأتحول إلى ضيفية في نقاش التالي من القدس المحلل السياسي والديبلوماسي الإسرائيلي السابق سيد مئير كوهين أهلا وسهلا ومن نيويورك الدكتور عبد الحميد صيام الكاتب السياسي المختص بشؤون الأمم المتحدة أهلا وسهلا بكم دكتور عبد الحميد أعلم أن حضرتك لديك التزام لذلك سأكثف أسئلتي كي تتمكن من مغادراتنا آسفين هناك ثلاثة مبادئ اعتمد عليها في هذه التصريحات كما يعتمد عليها دائما في التقارير المتعلقة بالقانون المدل الإنساني نظرية التناسب في استخدام القوة ميزان الخسائر والتمييز في الأهداف إلى أيها حضرتك تعتقد أن تستند اليوم في هذه التصريحات للمفاوضة بشأن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة طبعا هي تعرف ماذا حدث في غزة ولديها التفاصيل عدد 66 طفلا قتلوا عديد من المباني المدارس مدارس الأنر وكلها أصيبت هناك شوارع بأكملها دمع إذن استهداف هذه البناء التحتية في غزة هي أيضا تقع ضمن انتهاكات القانون الدولي ثم قضية التناسب في القوة يعني هناك فرق بين هذه الصواريخ العبثية أو الصواريخ البدائية التي تطلق إلى إسرائيل دفاعا عن النفس وبين هذه الكوة الغاشمة التي تستخدمها إسرائيل كمن أقوى جيوش العالم وخاصة الكوة الطيران التي استهدفت كل شيء في غزة وغزة منطقة صغيرة مقتضة بمليوني إنسان يعني لو رميتي كما يقال بالعربية لو رشيت الملح ستقع على الناس فكيف يمكن أن يقول أن هناك احتياط في عدم بسنا تقول حضرتك دكتور عبد الحميد ياشي بأن هذه التصريحات والتقارير الخارجة سواء عن المكتب المفاوضية أو عن مجلس حقوق الإنسان إما هي تقارير مسياسة أو أنها تقنية أكثر من اللازم يعني تعتمد على المبادئ الثلاثة من دون روح القانون الدولي يعني أولا الفلسطينيون مستعدون لكبول لجان التحقيق ومجلس حقوق الإنسان صوت لإنشاء فريق مستقل للتحقيق كذلك في عام 2014 وفي عام 2008 و2009 وتظهر الحقائق أنا أتمنى أن يقرأ كل إنسان خطاب كلمة السيد لانزريني المفاوض العام لأنورة لمجلس الأمن صباحا هذا اليوم والذي يعتبر محايدا وليس من مجلس حقوق الإنسان الذي قدم تقريرا وافيا لما حدث في غزة فقط زار العائلات وزار الشوارع وزار المدارس وتحدث عن هذه المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وقال كل من رأيته يعيش حالة خوف ورعب بأسباب الطيران الفلسطينيون قبلوا قبل سابق بتقرير أو بإجراء تحقيق خرج في نهاياته بتقرير جولدستن وكانت النتيجة هي تقريبا ذات المواءمة بينما سمي أو وصف بجرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أيضا على الطرفين الفصائل كل الأطراف في الواقع حتى بما فيها بعض أجهزة الأمن آنذاك في قطاع غز وهذا يعني أنه حتى القبول بالتحقيقات لن يعفي أي طرف في وجهة نظر القانون الدولي من الشروع أو الارتكاب لهذه الجرائم لا يوجد مشكلة لدى الفلسطينيون الفلسطينيون انضموا لمحكمة الجنائية الدولية والآن هم أعضاء ولذلك ينطبق عليهم كل ما ينطبق على أي دولة أخرى الطرف الذي يتهرب من التحقيق إسرائيل لم تتعاون مع أي فريق تحقيق في أي قضية منذ إنشائها يعني لا تعاونت مع فريق غولدستون ولا مع ديزمونتوتو ولا مع وليام شاباس كل الفرق التحقيق إسرائيل ترفض التعاون معها وهي ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وطبعا وقفت ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية أن هناك أسباب تدعوها للتحقيق فيما يجري إذن من الذي يتهرب من القانون الدولي إسرائيل عامل نفسها محمية من الولايات المتحدة هذه دولة فوق القانون هي انتهكت اتفاق جينيفر الرابعة وقرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات اليونسكو والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أعطيك ألف بند انتهكتها إسرائيل هذه دولة فوق القانون أنا مكتفية بأجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والجرائم الحرب ومن ثم المحكمة الجنائية الدولية أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عبد الحميد صيام الكاتب السياسي المختص بشؤون الأمم المتحدة وأقدر لك أنك بقيت معنا رغم التزاماتك وأتحول الآن للسيد مئير كوهين سيد مئير أولا شكرا على بقائك وساعد صدرك اليوم كان الحديث واضح قيل أن لا شك أن لإسرائيل هي قالت قالت لا شك أن لإسرائيل حق في الدفاع عن مواطنيها وسكانها لكن أضافت الفلسطينيين لديهم حقوق أيضا الحقوق نفسها هي قالت أيضا أنها لم ترى أي دليل على أن المباني المدنية التي قصفتها إسرائيل في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية هذه جريمة حرب واضحة من وجهة نظر مفوضية الأمم المتحدة ماذا تعتقد حضرتك في ذلك؟ طبعا هناك موقف وبعيد من الخارجية الإسرائيلية تحدث عن رفض إسرائيل لقرار مجلس حقوق الإجسان التابع لأمم المتحدة والذي يهدف من خلال هذا التحقيق طبيض جرائم حماس أنا بسمع تردد في الصوت سمحت نعم بس أطلب من الزملاء رجاء أن يتحكموا في مسألة صد الصوت رجع الصوت تفضل سيد مئير هذا طبعا فيما يتعلق بالله هناك عبارة واضحة عبرت عنها سفيرة إسرائيل لدى مؤسسة الأمم المتحدة في جينيف وقلت فيها من ضمن هذه الدول التي تجلس هنا ماذا كان سيحدث في حال ضرب دابلين بالصواريخ وضرب مدريد وضرب موسكو وباريس ماذا كان ستتفعل هذه الدول حماس هي تتحمل مسؤولية هذه الجرائم هي تتحدى إسرائيل وتطلق الصواريخ عليها وبالتالي إسرائيل عندما دخلت هذه الحرب توخت بخدر الإمكان عدم إصابة المدنيين وكانت هذه العملية أجبه بمشرة جراح يعني الالتزام الضخيط أودى بحياتي 254 فلسطينية من بينهم 66 طفلا وإصابة 1948 على الجانب الآخر 12 إسرائيليا قتلى من بينهم طفل وفتاوى جندي نعم نعم منهم عناصر من حماس وهناك كانوا عناصر يختبئون تحت الأرض وهناك عداد وهناك يعني الواضح هو أن 30% من الصواريخ التي أطلقتها حماس سقطت على قطاع غزة وأضرت بالمدنيين وقتلت الكشير في مجلس حقوق الإنسان أولا ثانيا حضرتك تتحدث ما الذي أو قالت السفيرة الإسرائيلية ما الذي كان سيحدث لو تعرضت دابلن أو باريس للهجوم لا دابلن ولا باريس تعد قوة احتلال من جانب المجتمع الدولي قانون الدولي يصنف الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في القدس الشرقية المحتلة وفي قطاع غزة بيانها أراضي محتلة قطاع غزة طبعا تحت الحصار وإسرائيل انسحبت منه بشكل أحادي الجانب منذ 15 عاما وبالتالي أصلا الفارق يعني هناك خلل في المضاهى بين الأمر لا ليس هناك خلل لكن هناك حركة حماس بتدعو إلى تدمير إسرائيل وهذا الموقف يتم التعبير عنه من خلال مساق حماس إيران بتنسود حماس بالقدرات التكنولوجية ويقوم بتصنيع صواريخ المرحلة القادمة والخطيرة أنا أسمع تردد صعب عليك كلام يبدو أنه بس دي مشكلة اتصال ولكن على كل الجملاء يعملون عليك تفضل حترة شكرا فالمرحلة القادمة والخطيرة التي ستكون هي أن هذه الصواريخ ستتحول إلى صواريخ دقيقة وهنا ستكون المشكلة وإسرائيل في هذه الحالة لن تسكت إذن نحن أمام موقف في غاية الصعوبة حماس بتستخدم الشعب الفلسطيني كأداة ومن أجل تنفيذ أغراضها حماس هي حركة عقائدية ومتطرفة وهذا الأمر هذه الصواريخ متفوقة أو دقيقة أو تصيب أهدافها أو ما إلى خير هذا يعني أنه حضرتك ضمن تصريحا تقول أنه هناك استخدام غير متكافئ للقوة نتحدث عن جيش مسلح الولايات المتحدة تسلحه بأكثر أسلحة متفوقة في الشرق الأوسط باعتراف الجميع طرف الآخر حضرتك تتحدث عن أنه يحصل على أسلحة على أحسن فروض هي تجمع في الداخل أو تأتي من إيران كما حضرتك تفضلت وتكرت طبعا حركة تنفيذ ذلك وإيران أيضا ولكن هذا يعني أننا نتحدث عن جيش نظامي أمام حركة حضرتك تصفها بحركة إيديولوجية تحصل على تسليح وهذه قوانين غير متكافئة في أي حرب لا هي ليست قوانين الاعتداء على أي دولة زاد سيادة هو يعتبر تعدي على هذه الدولة وإسرائيل حصلت على موافقة المجتمع الدولي من حقها بالدفاع عن نفسها وكان هذا الوضع وهي تصرفت على هذا الدول كون حماس أنها تعلم أنه لا يوجد هناك تكافؤ أنا أفهم لكن هذه مسؤوليتك إذا كنت لا تستطيع أن تحارب خصم مسلح بهذا الشكل لماذا أنت تقوم بالاستبزاز وتقوم بتعريض المدنيين للخطر داخل إسرائيل وضرب عاصمة إسرائيل القدس وبالتالي أنت تتحمل ثانيا أنت تتحمل مسؤولية المواطنين في غزة أنت ليس لديك مستشفيات ليس لديك سيرات إسعاف ليس لديك ملاجئ كيف تقوم بالحرب يعني لو شاهدت حضرتك أنا شكرا أن حضرتك قتيت على ذكر هذه النقطة لأنه كمان هذا جزء مهم في التقارير المتتالية حضرتك تتحدث عن القدس القدس الشرقية من وجهة نظر المجتمع الدولي محتلة وبالتالي إسرائيل مسؤولة عنها أمنيا فهي تحمي فيها المواطنين الفصائل تعتقد أنه ما وقع سواء في الشيخ جراح أو في الأقصى في الأيام الأولى من بدء هذا التصعيد هو اعتداء على الفلسطينيين فهم يردون لا يعتدون من وجهة نظره الأمر آخر حضرتك تقول أن القطاع ليس به منافذ ليس به خدمات طبية ليس به ملاجئ من المسؤول عن ذلك أليس هو الحصار المفروض عليها من 15 عاما لا آسف كيف يمكن أن تخرج في حرب ضد إسرائيل وأنت لا تحلم المدنيين إسرائيل لا تستطيع الخروج من الحرب هي خرجت لهذه الحرب بعد أن تم توفير الحماية للمدنيين القبة الحديدية الملاجئ كل هذه الأمور ولكن هذه مسؤولية الدولة وهذه مسؤولية حماس في رئيات شعبها يعني تحميل المسؤولية على أطراف أخرى بأنها هي المدنيين هي التي لا هذه مسؤولية أنت تخرج يعني إذا تطلعت يا حضرتك لما قاله الفنان القدير عاد الإمام عندما يعني استغرب كيف حماس تحارب إسرائيل وتتسبب في إصابة المدنيين من شعبها وهذا هو الواضح طبعا أن يستخدم هذا المثال المقصود بي كان العكس تماما مما حضرتك تقول بس على كل نحن في نقاش تقني لا ينبغي أن نخحم فيه أحدا غير موجود للتعبير عن وجهة نظري على كل سيد مئير كوهين السياسي والديبلوماسي الإسرائيلي السابق أشكرك شكرا جزيلا التقى الرئيس الفرنسي إيمانيويل مقهوم في قصر إليزي أمس بعد أن كان عاما